السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في لاشينتاي مرحبا بكم في كوزينتي إن شاء الله يربي تكونوا كامل بخير نرحب كل واحد جديد دخل لاشينتاي إن شاء الله يربي يعجبكم وصفتي إذا عجبوكم وكما دائما نقولكم لا تنسوش تشتركوا في القناة وما تنسوش تضغطوا على الجرس هكذا كل حاجة جديدة نديرها توصلكم اليوم من الغداء نقطع عليكم هذا البلا سيكون بالروز والحم البلا بزاف بنين وأكده يعجبكم في نفس الوقت سهل بشتحضره لأنه تحضروه مرة واحدة البلا هو المندي السعودي وراح يكون بلمسة جزائرية نحن نشوفه مع بعض النقادير وطريقة التحضير الحاجة اللي نبدأ بها هي الحم راح تجيبوا الكمية اللي تحتاجوها من الحم كل واحدة تدير الكمية اللي بغات نتبلي الحم لأنه سنتبليه غير بالملح والفلفل الليكحل والبابريكا حبيتوا تبليه بتواب الأخرى نضيره كما بغيتوا و هنا نضيف حتى كمية من الزيوت لأن الحم التاعي شوية مش حم نتبلي المليح للحم التاعي ونخليها لعجم هذه النوع تعلق السعودي يحتاجوا مرميطات تكون ثقيلة مليح مرميطات كما هذه لا تكون صينية بصح تكون ثقيلة مليح كما الصينية تاع البقلاوة و شاح ندير بداية ندير كمية من الزيت انا هدى نترتها ربع مغارف زيت زيتون راح نقلي في هذا الكمية تاع الزيت بصلة تكون متوسطة نقصوها دي مغصو صغار ندير كمية تطلط راح نزيد فلفل سماها راح نزيد لها كمية من الفلفل يحلو لأحمر وفلفل حارة وتسوى مغصو صغير هكذا نشقها بارك و نزيد كمية لفلفل تكلم من الفلفل ونخلطه شوية المقادير مع بعضها كبش تغيس الزيت كل مقادير ونخلي الفلاف التوعي يتقلى شوية الزيت هنا كمية من الروز انا درت زوج كيسان كيمة الروز كيمة كمية الحم تديرو الكمية اللي بغيتو الروز تعي غسلتو مليح بالماء البارد شللتو هنا ما رنختوش ما رنختوش في كمية تع الماء باش ما يتعجنيش مبات في طيب ومبات تفهمو علاه خلطوا مليح كمية الروز مع المقادير اللولا اللي هي البصلة والفلافل بعدها رح نزيد انا زدت هنا كمية من لصوص طمات قريب كاس انا عندي هنا لصوص طمات واجدة هي في الوصفة الاصلي يديرو طماطم فريق يربيوها ولا يرحيوها ويزيدوها تقريب زوج حبات من طماطم متوسطات كانت عندي لصوص طمات هذه واجدة زدتها هي طماطم اللي درتوها مش طيبة خليوا المقادير هذا وزيد يتقلى شوية خمسين ثانية هكا تقريب دقيقة اذا قدرتوا كما قدرتان على صوص طمات واجدة تزيدوا كمية الماء انا قدرت هنا زوج كيسان روزة سنزيد لهم ربع كيسان ماء بارد هنا نأكدلكم على الماء بارد بالكم ديرو مسخون كابش مبارد لا يتعجن لكمش الروز هنا طفيت النار بعد يزدت كمية الماء طفيت المرميطة الداعي والتوابي اللي يزدت هنا في هذا الروز هما الملح والفلفل الكحل والكركم واخر حاجة زدتها زدت ورقارند عود قرفاء وشوية طيب اذا عندكم حبل هيد تزيدوا حتى انا هنا ما كانش عندي مدرتوش بس هو يعطي بنة كبيرة للروز انا راح انا راح انا راح ثم اخفاء انا راح انا ابنت انا راح انا هي گبيرة سوف نغلب المرميطة في البابي دانيمون سوف نضيف طبقتين ثم نثقبها بالطريقة ثم نثقبها بالبانشة ثم نشكل ثقبها كبير كمية الكسكاس ثم نضيف الكمية للحمة بهذه الطريقة هذه الطريقة تشبه لطريقة الحم المفور والجيش المفور نضيفه في البرماء و نضيفه على الناس ثم نضيف الحم بالبابي كويسوني ثم نضيفه بالبابي دانيمينيوم و نضيفه بالبابي دانيمينيوم سوف نضيفه بالسخنة كامل و ترجع للحمة بشي يطيب لكم و يطيب منيح و حسنا فعلي بابي دانيمينيوم سوف نتغل في الزياك و يطيب والفور سخنته قبل على درش حرارة 200 درجة ندخل مرميطة للفور ونزيد مقدار تعزوش كؤوس ملماء نصبهم في البلاة اللي حطيت عليه المرميطة هكا بش الروز ما يلسق لكمش وما يتحركش ونخلي البلاة يطيب لمدة ثلاث سوايا ونص بعد ثلاث ساعة ونص خرجت البلاة اللي من الفور هنا انا اعطيتكم هذا الوقت من انتما قادر البلاة اللي يطيب في وقت اقل ولا اكثر كل وحدة والفور دح اولا كل وحدة وكمية الحملي دارتها وحجم الحم ثاني اذا دي مخصو صغار ولا كبار كل ما كانوا كبارة سيضيبلك وقت اكثر من الاحسن تخيروا نوعية الحملي الطيب في ساعة وهنا كما راكم تشوفو هاو الحملي الطاب بزبدة وماما الروز ما يتعجن ما يلسق ما يتحرك سيقتوا اذا تبعتوا كما قلت لكم الكميات المالية تغسلي بها الروز وليتمرقي بها تكون باردة ما تكون لا دافية ولا سخونة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اخر شيء وهذه دائما تعودتوها معايا اني راح ننكة هاد البلاتاعي بنكهة الفحم والطريقة شفتوها معايا في قدهم فيديو تعطي بنكة كبيرة لهاد البلاتاعي يخطر رزرز بهاد النكهة اضع الفحم يجي حاجة اخرى خليت الفحم تقي على النار حتان حمار ومبعدرتوه بالطريقة للاكم نشوفوه ونغطي البلاتاعي ونخليه تكه كل ما خليته طول كل ما كانت تكه كثر هي 4 ساعة نص ساعة راح تكفي ما يكون تخليه اكثر احيجيكم احسن هذا هو البلاتاعي اليوم لي كان مندي سعودي بلمسة جزارية ان شاء الله ايضا جربته يعجبكم تكلوه بالصحة والهنا مصدقا نشوفكم في فيديو جاي اذا كتب ربي اشتركوا في القناة